النجاة يوم القيامة أن تحذر أشد الحذر مهما تعددت أعمالك وتنوع الطاعاتك من أن تغتر بعملك فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن ينجو أحد يوم القيامة بعمله قال ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته فإياك أن تغتر بأعمالك ولكن عليك أن تجتهد بفعل الأعمال الصالحة وأنت بين الخوف والرجاء والله يقول في وصف عباده الأبرار والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون ومن يقرأ سير الصحابة يجد في هذا الباب العجب العجاب ومن ذلك ما رواه الحاكم في مستدركه أن عبدالله بالرواحة رضي الله عنه كان في بيته وعنده زوجته فبكى في مرضه رضي الله عنه أرضاه فسمعته تبكي فبكت فقال لها ما يبكيك قالت رأيتك تبكي فبكيت فسألته من الذي أبكاك قال تذكرت قول الله سبحانه وإن منكم إلا والدها أي النار كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية ولست أدري أن أكون منهم أو لا